صباح الخير والبداية مع العنوين شهداء عسكريون باعتداء جوي اسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سوريا والدفاعة الجوية للجيش تسقط معظم الصواريخ الفصائل الفلسطينية تصف قرار السلطة عودة التنسيق الامني مع اسرائيل بالجرم التاريخي والاحتلال يرى ان الخطوة ستفتح الباب للمفاوضات البنتاجون يعلن بدء خفض عديد الجنوب في العراق وافغانستان بحلول منتصف كانون الثاني يناير ومسؤولون امريكيون يرجحون انسحاب كامل القوات من الصومال اكد مصدر عسكري سوري استشهاد ثلاثة جنود واصابة اخر في العدوان الاسرائيلي على المنطقة الجنوبية لدمشق ووفق المصدر فان العدوان الجوية الاسرائيلي جاء من جهة الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له الدفاعات الجوية واسقطت عددا من الصواريخ استنكرت حركة حماس قرار السلطة الفلسطينية اعادة العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي مشيرة الى انه يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية الى ذلك رأت حركة الجهاد الاسلامي ان علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد التطبيع وتشجيعه مضيفة ان استمرار الرهان على الولايات المتحدة يفتح الطريق امام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة السلطة الفلسطينية الى مغادرة مواصفته برهانها الخاسر على نهج التسوية ومفاوضاتها العبثية مشددة على ضرورة العمل الجدي لاستعادة دور المؤسسات الوطنية فيما رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان تبرير السلطة لقرارها ما هو الا عجز واستسلام امام العدو في وقت لفتت فيه الجبهة الديمقراطية الى ان هذه الظروف تتطلب من القيادة اعلى درجات اليقظة والوحدة والثبات على موقف الاجماع الوطني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ كان اعلن ان مسار العلاقة مع اسرائيل سيعود كما كان سابقا وفي تغريدة على توتر قال الشيخ ان التواصل سيعود على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة واستنادا الى مورد من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في ايار مايو الماضي وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل كالتنسيق الامني وتسلم الاموال على خلفية اعلان التل ابيب نيتها تنفيذ خطة الضم مسؤول دائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مهر الطاهر وفي حديث الى الميادين اشار الان اعادة السلطة العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي تحت مسوغ سخيف لم تعد تنطلي على الفلسطينيين لقاء الومناء العامين اتفقنا على اساس انه في قيادة وطنية موحدة واتفقنا على اساس انه في حوار شامل على اساس معالجة الوضع الفلسطيني وانهاء الانقسام هذه الخطوة التي اقدموا عليها اليوم تدلل انهم لا يريدون وحدة وطنية وجهوا رسالة واضحة بان الانقسام سيستمر لانهم يعلمون ان هذه السياسة التي اقدموا عليها اعادة العلاقات مع اسرائيل يعني واعادة التنسيق الامني مع اسرائيل يعلمون ان هذا لن يفتح اي طريق لوحدة وطنية فلسطينية السلطة الان يعني لديها وهم انه ادارة بايدن ستكون مختلفة وانه في مجال لمفاوضات والى اخر من جاته اعلن وزير الامن الاسرائيلي باني جانتس ان المؤسسات الامنية ستبحث اليوم خطة عمل استئناف التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية مشيرا الى ان المؤسسة الامنية لا تستبعد امكان طلب السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات مع اسرائيل يصل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم الى فلسطين المحتلة حيث من المتوقع يزور مستوطنة بساكوت المحاذية لمدينة رامالا وسط الضفة الغربية ومستوطنة اخرى في مرتفعات الجولان السوري المحتل هذا ومن المقرر ان يعقد بومبيو قمة ثلاثية في القدس المحتلة بمشاركة رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين تنياهو ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني الذي يصل الى تل ابيب في اول زيارة بعد اعلان المنامة التطبيع مع اسرائيل اعلن وزير الدفاع الامريكي بالوكالة كيشتوفر ميلر بدأ تنفيذ اوامر الرئيس الامريكي بخفض عديد القوات الامريكية في العراق وافغانستان في كانون الثاني يناير في ضوء التضحيات العظيمة لجنودنا اعلن رسميا اننا سننفذ اوامر الرئيس ترامب بمواصلة اعادة تموضع قواتنا في العراق وافغانستان بحلول منتصف كانون الثاني يناير ففي افغانستان سيصبح عديد قوات 2500 جندي كذلك في العراق وهذا الامر يتناسب مع خططنا واهدافنا الاستراتيجية التي وضعناها ولا تؤثر في سياسة امريكا واهدافها القوات المسلحة الامريكية تبقى ملتزمة بحماية الشعب الامريكي وامنه ودعم حلفائنا وشركائنا حول العالم واذا قامت قوى الارهاب والقراهية بتهديد شهودنا فنحن جاهزون للرد عليهم هذا وقال مسؤولون امريكيون ان ترامب قد يصحب كل القوات الامريكية من الصومال في اطار خفض القوات الذي اقره من افغانستان والعراق من جهته حذر الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانس تولتنبرغ من الثمن الباهر لسحب القوات الامريكية معتبرا ان هناك مخاطر من ان تصبح افغانستان مرة اخرى منصة للارهابيين الدوليين مشيرا الى انه يمكن لتنظيم داعش اعادة بناء الخلافة الارهابية في افغانستان بعد ان فقدها في سوريا والعراق اكدت كتائب حزب الله العراق ان عملية القصف التي استهدفت السفارة الامريكية في بغداد تدلو اما على الجهل والغباء او على العمالة للرئيس الامريكي دونالد ترامب وفريقه الكتائب اعتبرت ان استهدف السفارة الامريكية جاء للتغطية على خسارة ترامب في الانتخابات الامريكية من خلال تصدير ازماته الداخلية ومحاولة جعله جنرال حرب للتغطية على فشله وكانت طفلة قد استشهدت وجرح خمسة اشخاص بسقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ومحيطها وسط بغداد ووفق مراسلنا فان الصواريخ وعددها سبعة انطلقت من شارع الضغط في حي الامين تعكس وسائل اعلام اسرائيلية يأسى المسؤولين في تل ابيب من رهناتهم على ادخال واشنطن في حرب مباشرة مع طهران كما يعيش المسؤولون حالة من القلق حيال السياسات المرتقبة للرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن تقرير رضا الباشا كمن بنى احلامه على جورفين هاون تبدو اسرائيل اليوم وهي تراقب مساعيها تتبدد فلا هي تمكنت من جر امريكا الى معركة مباشرة مع ايران ولا تمتلك القدرة على الاطالة في عمر ولاية الرئيس الامريكي الخاسر دونالد ترامب لضمان سياسته المتشددة تجاه طهران توجس وقلق يتحدث عنه الاعلام الاسرائيلي ويحكم حالة المسؤولين في تل ابيب قبل شهرين على خروج ترامب من البيت الابيض لا يزال المسؤولون في تل ابيب عاجزين عن الاجابة على اسئلة تراودهم حيال سياسة الرئيس المنتخب جو بايدن تجاههم المركز المقدسي للشؤون العامة والدولة الاسرائيلي يرى ان الادارة الامريكية الحالية لا تراوح مكانها ويؤكد انها تسعى لفرض عقوبات جديدة ضد طهران الكاتب في المركز يوني بن مناحم يشير الى مساعي ادارة ترامب لتكبيل الرئيس القادم جو بايدن قبل تسليمه مفاتيح البيت الابيض فتشديد العقوبات يهدف بحسب الكاتب لزراعة الشوك في طريق مساعي محتملة لبايدن للعودة الى الاتفاق النووي ومع تأكيد وسائل الاعلام الاسرائيلية ان ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن لن تهمل اسرائيل ومصالحها الا انها تعود لتظهر قلقا اسرائيليا حقيقيا من انعدام اي احتمال لاقناع بايدن باستخدام الحرب لمواجهة طهران كما يتوجس الاسرائيليون من ضبابة المشهد امامهم فلا يمتلكون اي معطيات حقيقية تطمئنهم اذا ما كان بايدن سيأخذ بالاراء الاسرائيلية او يضمها الى اتفاق نووي جديد كما تخشى اسرائيل من اكتفاء بايدن بالسعي للعودة الى الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الرئيس باراك اوباما وهنا ستتلاشى احلام تل ابيب في الضغط على طهران لمنعها من دعم فصائل المقاومة ولعل جل ما تخشاه اسرائيل هو عجزها عن ثني بايدن عن السير في نهج الرئيس السابق باراك اوباما وان يذهب مع طهران للوصول الى اتفاق نووي مع تجنب التطرق الى النظام الصاروخي الايراني وهو ما تراه تل ابيب تهديدا وجوديا لها قال وزير الخارجية الايراني محمد جوالظريف ان ايران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل اذا رفع الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن العقوبات عن طهران ظريف وفي تصريح الى صحيفة ايران الرسمية قال ان المفاوضات ممكنة في اطار مجموعة الخمسة زائدا واحدا مشيرا الى ان طهران مستعدة لمناقشة كيفية انضمام الولايات المتحدة من جديد الى الاتفاق ويستمر الرئيس الامريكي في رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية فيما حذر الرئيس المنتخب جو بايدن من تبعات هذا التأخير على حياة الامريكيين في ظل تفشي وباء كورونا لا يزال جو بايدن يطالب ادارة ترامب بضرورة اطلاعه كرئيس منتخب على كل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالامن القومي الامريكي بينما يتجاهل ترامب هذا الطلب ليستمر السجال السياسي بايدن خاطب الامريكيين من زاوية مكافحة فيروس كورونا مع ارتفاع معدلات الوفيات والاصابات الى ارقام غير مسبوقة ارغب بان افصل بين الاختلافات السياسية الحقيقية الموجودة بين الديمقراطيين والجمهوريين وبين دونالد ترامب الذي اعتقد انه انتهك الكثير من القواعد والعديد من الافتراضات الاساسية حول ما يجب على الرئيس فعله او ما يجب ان لا يفعله في المقابلة الرئيس ترامب لا يزال يراهن بعناده على تعديل ميزان الاصوات غير المحسومة رغم قناعة مستشاريه المقربين بان المسألة خاسرة وتسليم قيادات في الحزب الجمهوري بفوز بايدن في السباق الرئاسي قد تكون لدينا خلافات سياسية لكن اذا تأكد فوز الثنائي بايدن وهاريس ومن الواضح ان الامور ذهبة في هذا الاتجاه حينها سيحصل انتقال مهني للغاية في مجلس الامن القومي لا شك في ذلك وامام اسرار الرئيس ترامب على التوجه الى القضاء لحسم النتائج فقد تلقى عدة ضربات متتالية اخرها انسحاب فريق المحامين المكلف بالدفاع عن الدعاوى القضائية التي رفعتها حملته الانتخابية في بنسلفانيا لتتراجع معها فرصه في التوجه الى المحكمة العليا لحسم النتائج الرئيس ترامب يؤجل عن عمد عدم اعترافه بفوز بايدن وفق استراتيجية بديلة تحضيرا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة او ترشيح احد افراد عائلته محمد كريم واشنطن الميادين الرئيس الامريكي اقال مدير وكالة الامن الالكتروني وامن البنية التحتية كريس كريبس وفي تغريدة على تويتر برر ترامب القرار بان كريبس ادل بتصريح غير دقيق للغاية بشأن امن الانتخابات التي وصفها بالامنة النشر مستمرة لكن بعد الفاصل اهلا بكم من جديد اجلت الامم المتحدة موعد جولة المفاوضات بشأن ملف الاسرى في اليمن والتي كانت مقررة يوم غد الخميس في العاصمة الاردنية رئيس لجنة شؤون الاسرى عبدالقادر المرتضى قال في تغريدة على تويتر ان الامم المتحدة ابلغت المعنيين ان الموعد الجديد لم يحدد بعد وتعليقا على خبر نقلته رويترز عن مصادر بان السعودية تسعى لاقامة منطقة عزلة مع اليمن مقابل وقف اطلاق النار قال عضو المجلس السياسي لعلى في اليمن محمد علي الحوثي عبر تويتر ان صمود اليمن عرى حرب العدوان الالمية بتقديم اخبار تعزوها الى مصادر مجهولة كما فعلت وكالة رويترز وفق تعبيره تحت عنوان جسر الصداقة ثلاثة شركت القوات البحرية المصرية في تدريب بحري مشترك مع البحرية الروسية وزارة الدفاع المصرية قالت في بيان ان هذه التدريبات هي الاولى من نوعها في البحر الاسود بين البلدين وانها تأتي في سبيل تعزيز اثاق التعاون العسكري ودعم جهود الامن والاستقرار في المنطقة للمرة الاولى بين البلدين منورة جوية مصرية سودانية مشتركة في سماء الخرطوم تدريب يشهد تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الاهداف وتدريب قوات الصاعقة على اعمال البحث والانقاذ القتالية تعاون يحمل بحسب مراقبين رسائل ردع الى اي طرف قد يهدد مصالح البلدين الشقيقين وامنهما وجب ان يكون هناك نوع من التنسيق نوع من التعاون في كيفية الحفاظ على امننا القومي العربي في مصر وفي السودان ضد اي تهديدات قد تهدد امننا المائي امننا بنسبة لأي عمليات ارهابية وبالتالي بنقول احنا هذا التدريب ربما ليس موجها ضد احد لان احنا بنحترم اشقاءنا في كل دول الافريقية التقرب الكبير بين مصر والسودان تبلور في الايام الماضية من خلال زيارات متبادلة لوفدي البلدين اتفقا خلالها على ضرورة الاسراع في تطوير مجالات التعاون العسكري والامني بينهما العلاقات العسكرية بين مصر والسودان المناورات لا تستهدف الا رفع كفاءة البلدين وجعلهم في حالة افضل لمواجهة اي عدوان يفرد عليهم ولا تستهدف طرف بعينه وتعكس تحسن في العلاقات بشكل ملحوظ ويرفض خبراء الامن في مصر ربط هذه المناورة باعتبارها رسالة موجهة الى اثيوبيا التي كادت تصل بالتفاوض السلمي مع مصر والسودان الى طريق مزدود بتعنتها في مفاوضات سد النهضة مشيرين الى ان المناورة رسالة ردع شاملة لمواجهة التحديات الراهنة تطور كبير في العلاقات المصرية السودانية توجى بمناورات جوية مشتركة تعد الاولى في تاريخ التعاون بين البلدين مناورات تعد بحسب مراقبين بداية جديدة لتعاون العسكري بين القاهرة والخرطوم الا انها تحمل رسائل للعديد من الاطراف الدوليين والاقليميين خالد ابو عرب القاهرة الميادين وفق البرلمان التركي على نشر قوات في موقع مراقبة في اخليم ناجونو كرباخ لترافق القوات الروسية الموجودة هناك التفويض يتيح للقوات التركية التمركزة في المكان لمدة عام في اطار اتفاق بين تركيا وروسيا لمراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار هذا وينتشر حاليا نحو الفي جندي روسي لحفظ السلام في المنطقة البحث في جذور الهزيمة الارمينية لا يعود فقط الى سوء التقدير الاستراتيجي في الحرب مع اذربيجان بل الى خيارات سياسية متنوعة اعتمدتها السلطات الارمينية قبل سنوات وافضت الى عجز في الرؤية والخيارات كراسة التطورات العسكرية الميدانية في كارباخ فشلا ارمينيا تمثل بخسارة ارمينيا جزءا كبيرا من اراضي الاقليم المتنزع عليه مع اذربيجان منذ التسعينيات الواقع الذي نجم عن الاتفاق الاخير وبطبيعة الحال لم يكن وليد الوقائع الحالية بل هو نتيجة منطقية للخيارات التي اعتمدها قادة ارمينيا منذ ثورة عام 2018 ومصطلح على تسميته بثورة المقمل وحملت الى السلطة السياسي المعارضة المدعوم من الغرب نيكول باشينيان تحول انتهج قادته سياسة التقرب من الغرب والقطيعة مع روسيا الجارة خلافا للحقائق الجيوستراتيجية التي كانت تفرض تنسيقا وتعونا مع القوى صاحبة المصلحة في الاستقلال عن متطلبات ومخططات الغرب وواشنطن امتثل حكم باشينيان لأوامر الدوائر الغربية بالابتعاد عن الفلك الروسي أملا بكسب ود المؤسسات الغربية ووعودها بالتمية والدعم مارس سياسة الإقصاء وقامع المعارضة فاتحا المجال أمام مؤسسة المجتمع المدني للتحكم بالمرافق العامة والرسمية فيما مارس عملية تطهير إداري طالت كل البنية السابقة ولسيما تلك التي دربت في روسيا عاش الحكم في أرمينيا وهما الرافعة الغربية التي وعيد بها وتصرف على أساس أن الخيار الغربي هو ما تحتاج إليه البلاد في حاضرها ومستقبلها حين وقعت الحرب تبين العجز والفشل في توقع ما كانت تحضر له التحركات العسكرية الأذارية بالتنسيق مع تركيا ولم تقدر ما كان يتم التخطيط له نقض باشينيان كلما بني سابقا واعتمد على ما قدمته له مراكز الدراسات الغربية هذا الانفصال عن الحليف والجار الاستراتيجي المتمثل بروسيا ترفق مع تعمود نظام باشينيان وخلافا للمصلحة الأرمينية افتتاح سفارة أرمينية في إسرائيل ومن ثم سحب السفير لاحقا احتجاجا على خلفية بيع أسلحة إسرائيلية تكنولوجية حادثة لأذربيجان في إرباك بدى واضحا في الرؤية الاستراتيجية للعاصمة الأرمينية مع دخول مفاوضات بريكزيت أسبوعا حاسما عرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن ثقته بأن بلاده ستزاهر خارج الاتحاد الأوروبي حتى وإن لم يتم التوصل إلى الاتفاق تقرير موسى سرور بوريس جونسون يتخلص من حرسه القديم المشكك في الاتحاد الأوروبي ويمهد لدخول بريطانيا في عهد جديد بعد البريكزيت لم يكد رئيس الوزراء ينتهي من الفوضى وسراع الأجنحة داخل داونينغ ستريت حتى باغته فيروس كورونا مجددا مضطره إلى الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما بعد مخالطته برلمانيا مصابا بفايروس كورونا من الضروري تحريك الأمور خلال هذا الأسبوع وتحقيق انفراجة في بعض المشاكل الصعبة والتوصل إلى حل وأن يكون لدينا على الأقل بعض الخطوط العريضة لاتفاق ما أسبوع حاسم لبريطانيا في تقرير مسير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي المفاوض البريطاني ديفيد فروست فور وصوله إلى بروكسل أعلن عن تقدم إيجابي في المفاوضات لكنه أشار إلى أن بنودا مهمة في المعاهدة بين الطرفين لم تحسن بعد دابلين المعنية على نحو رئيسي بمفاوضات البريكزيت هددت بوقف أي صفقة تجارية مع لندن إن لم تلغي قانون السوق الداخلي الذي يهدد السلامة في إيرلندا الشمالية لا يمكن الاتحاد الأوروبي الموافقة بأي طريقة على تصديق اتفاقية جديدة إذا ما استمرت بريطانيا بخارق اتفاقية لبريكزيت الحالية والتي لم يتجاوز عمرها 12 شهرا وتطمح بريطانيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية العام الحالي إلى التوصل إلى صفقة تجارية مع بروكسل لكن المفاوضات لا تزال متوقفة على تذليل ثلاث عقبات وهي الضمانات المطلوبة من لندن فيما يتعلق بالمنافسة التجارية ووصول الأوروبيين إلى مناطق الصيد في المياه البريطانية فضلا عن طريقة إدارة الخلافات بين الطرفين في المستقبل الإعلان عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية المعارض للبريكزيت وتدعيات وباء كورونا الاقتصادية فرضتا على بورج جونسون أن يخفف من حدة موقفه تجاه الاتحاد الأوروبي ما قد يشي برأي المراقبين باستعداده لتقديم تنازلات ضرورية في سبيل التوصل إلى صفقة تجارية مع بروكسل مستسر لندن الميادين وإلى التذكير بالعنوين شهداء وعسكريون باعتداء جوي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سوريا والدفاعات الجوية للجيش تسقط معظم الصواريخ الفصائل الفلسطينية تصف قرار السلطة عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل بالجرم التاريخي والاحتلال يرى أن الخطوة ستفتح الباب للمفاوضات البنتاجون يعلن بدء خفض عديد الجنود في العراق وأفغانستان بحلو لمنتصف كانون الثاني يناير ومسؤولون أمريكيون يرجحون انسحاب كامل القوات من الصومال الميادين دوت نت دائما للمزيد من الأخبار وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة